إنها تغمي بشرارك القصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أذرا أو نذرا إنما توعدون الأواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا رسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم 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 ماء وإلى ما كنتم به تكذبون ينطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله إنها تغمي بشارك القصر كأنه جمالة وعوصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هديئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين